اشتركوا في القناة بتجربة مكافحة الفاروى بطريقة التبخير البطي واستخدمت فيها الشرنقات او الابر مع فتلة من الخيط كانت العملية مميزة وناجحة ولم نخسر شيء سواء موت النحل او خسارة بعض الملكات التجربة قمت بها على خليتين متجاورتين في نفس المنحل واتت اكلها بنجاح فاحببت ان اوصل هذه المعلومات لكم حتى تستفيدون من ذلك الهدف من استخدام الشرنقات في مكافحة الفاروى هو عدم تأثر الاخ النحال بريحة او الروائح المنبعثة من الفورميك التي تؤثر سلبيا على الاخ النحال وعلينا جميعا سواء ملامسة للجلد او العين او استنشاق فهي خطيرة جدا فهنا استخدمنا الوقاية واستخدمنا العلاج نوصل الفكرة يستفيد الجميع في حديثي حول مكافحة الفاروى بالفورميك اسيد الذي يتخوف منه كثير من الاخوان حالي والذي حدث نوع من فقدان الملكات اثناء الاستخدام على العمو لتجربة ساعرضها في هذا الفيديو وطريقة استخدام الفورميك اسيد بتركيز ستين وكذلك الكمية المناسبة لكل خلية والجرعة المحددة والطريقة او الالية التي يتم استخدامها استخدمت فيها الشرنقات وكان عن طريق التبخير البطيء داخل الخلائر الفورميك اسيد له خصال وفوائل كثيرة فهو مادة عبوية مصنعة ولها تأثير مباشر على قطل الفاروى على ظهر النحلة والأجمل من هذا كله أنها تقتل الفاروى داخل العيون السدوسية وهذا لا ينفرد به إلا الفورميك اسيد فأحبط أن أسوق هذه الطريقة لكم حتى يستفيد وتعمل فائدة للجميع الفورميك اسيد بأجمل الطرق هي التبخير البطيء لكن الفورميك اسيد يحتاج إلى ضوابط وشروط من هذه الضوابط والشروط أن تكون درجة الحرارة ما بين ثلاثين إلى ثمانية عشر ولا تزيد عن ذلك لكن هناك بعض العوامل التي أستطيع أو يستطيع الأخ النحال المتمرس والمتمكن من ذلك بضبط الجرعة في الخلية متى وكيف يكون ذلك على العموم الملاحظة المهمة لا يتم استخدام الفورميك اسيد إلا بدرجة حرارة أعلاها ثلاثين وأقلها ثمانية عشر وتكون الجرعة على حسب الإطارات وحسب التركيز وحسب درجة الحرارة سنقوم بشرح الطريقة التي استخدمتها عن طريق الشرنقة والفتلة أو الخيط وطريقة التبخير البطيء والقضاء على الفاروة في هذه الأوقات بالذات تجربة رائعة تكونوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله وقاتكم بخير أخوة محامين طبعا فكرة فكرة حلوة جدا عبارة عن إحضار شرنقة عشر ملي نستطيع من خلال هذه الحركة أن نكافح الفاروة بالفورميك اسيد عن طريق هذه الفتلة كيف ذلك قمنا طبعا بنزم المقبس من قطاع البلاستيك إدخال الخيط منسوكة الطرف الآخر وإخراجه بهذه المسافة أو ممكن أكبر حسب الإطارات طبعا سأشرح ذلك عند الاستخدام الفكرة تعتمد على إضافة الفورميك اسيد طبعا هذا فورميك اسيد معدل تركيز ستين قمنا بتخفيض التركيز من خمسة وثمانيين إلى ستين الآن سنقوم بإضافة الفورميك اسيد طبعا هذا لا يؤثر على النحال وهي طريقة وقائية جدا يعني هكذا نكتفئ اللي هم موجود في المللللل كان الهدف عشر ملي أصبح معنا الآن ثمانية ملي بهذه الطريقة ثمانية ملي طبعا بهذه الطريقة تعتبر طريقة وقائية جدا الهدف منها عدم تأثير الأخ النحال بهذه المادة نعلم جميعا أن استنشاء هذه المادة خطير وكذلك إذا وقعت على أجزاء من القسم تحرق القلد وبهذه الطريقة نستطيع أن نضعها داخل الخلية ننتقل أنا وإياكم إلى الخلية السلام عليكم هذه هي الخلية المستهدفة التي سنقوم بإنزال الفورميت للتقربة وهذه هي الشرنقة التي نستهدف منها مكافحة الخلية طبعا سأحاول أني للمس الخيط فقط نستطيع الآن سحب الخيط بهذه الطريقة نكتفي بذلك الآن هذه الطريقة ممتازة جداً ممتازة جداً وتعتبر هذه الفكرة مكافحة مكافحة الفاروة بالفورميت أسيد تعديل ستين أو تعديل التركيز إلى ستين وهذه مكافحة المكافحة بالطريقة البطيئة التبخير البطيء انظروا إلى النحل يهيق بالداخل طبعاً تشاهدون حركة من الرائحة طبعاً أنا لم أشم الرائحة إلى الآن وهذا شيء جيد طبعاً سنسجل الفترة الزمنية التي من خلالها يتم التبخير الساعة والدقيقة واليوم ونتابع جيداً باقي التفاصيل الآن في هذه الساعة هي الثانية عشر ظهراً الموافق ثلاثة يوليو وأحضرت جهاز قياس الحرارة درجة الحرارة والرطوبة وذلك كما تشاهدون الآن معنا درجة الحرارة الموجودة هي واحد ثلاثين والرطوبة اثنين وثلاثين طبعاً سنشاهد ماذا سيحدث وكيف سيكون التصاغب ومدى تناسب الفكرة مع النحل ومع النحال ضده تحياتي لكم السلام عليكم ورحمة الله طبعاً كما تشاهدون النحل يحاول قدم الخيط وتخلص منها طبعاً التبخير تم خلال اربع ساعات من ثلاث الى خمس ساعات نقول هكذا مزبوط يتبخر ما يقارب عشرة ملي وهذا ممتاز جداً وان شاء الله ان الفكرة مزبوطة بإذن الله تحياتي لكم هذه الخلية الاخرى كذلك تم التدخيط النحل سحب الخيط الى الداخل طبعاً كما تشاهدون الخيط قمت بسحبها حسب الاطارات الاطارات هنا قليلة تسحب خيط على قدر المناسب لتبخير الفورميك الامور ان شاء الله طيبة والفكرة ناجحة تحياتي لكم اشتركوا في القناة